الوطنية تنادت مجموعة من الفاعلين ومنظمات المجتمع المدني لتنظيف الأماكن التي شهدت أعمال عنف بداية الأسبوع المصر الأمن شي مهم وبيننا يا الله نحن فر كل واحد منا يمد يدو لذاك الأمن ونشتغله ونشتغله بسيفة سريعة لنردو الأمن في مكاننا وذاك خلق التبارك الله ما شاء الله وبعد ذلك الاتصالات قبونا اليوم بهذه المبادرة وشاكرين السلطات الإدارية والأسكرية والأمنية لعاونتنا وطنة هم من كل شيء وبالتالي حاولوا أنهم ينجوا شاء الله اليوم يبارو مدينة كاملة ويندوا ويعدلوا الاتصالات مع بعض الشباب اللي كانوا داخلين في هذه الملاهرات الحمد لله لاحظنا على أن جميع الشباب إن شاء الله فضلوا وطنهم على أمور شقب جئنا لحضور هذا العمل المهم ونحن كأمة قمنا بتوعية السكان وخاصة الشباب حول ضرورات الحفاظ على الأمن وتعزيز الوحدة ورفض كل الدعايات التي تحاول النيلة من وطننا وهذه مسؤولية الجميع وشملت عملية تنظيف بعض الأحياء في خطوة تؤكد وقوف سكان كهيدي في وجه كافة أنواع العنف والتمسكهم بالأمن والسكينة شقب لا يقدم أبداً ونحن ضده وضد حد يقوم به هذه الحملة التي حول نظافة المدينة وتنظيف المخلفات التي عدلت المتظاهرة الماضية وشكلنا لجان على كل مقاطعة كل كارتية عدنا فيها لجان شكلناها حول تعبئة وتحسيس شباب كهيدي خرج اليوم في مشهد حضاري ووطني للمساهمة في تنظيف الشوارع من الآثار التي خلفتها أعمال التخريب التي حدثت الثلاثاء الماضي نرفض كل أشكال العنف ومحاولة زعزعة الأمن وندعو جميع الشباب للرفض والتنديد بمثل هذا السلوك الذي يتنافى مع الوطنية واحترام القانون ليس رسالة من هنا يقولون هذا النوع من الأعمال ولا شي قاربنا ما هي مصرحة الدولة لا هي مصرحة الأمن اللي نحن هم اللي واقفين عليه واللي قادرين عيشوا به اللهم وضرك راجع من الشباب كامل يخلوا عنهم ذلك المراد الواحدين فيهم ويديروا أي دفايد ويحاولوا كانوا يبنوا الدولة بطريقة سلمية وأكلت سلطات الإدارية قد عقدت سلسلة اجتباعات مع الأئمة وشيوخ المحاضر والجمعيات الشبابية لدعوتهم من المساهمة في وجه كل المحاولات التي تستهدف الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والتأكيد على أن الدولة قادرة على حفظ الأمن للمواطنين وتطبيق القانون على الجميع محمد علي سالك لقناة الموريتانية مدينة كيهيدي محمد علي سالك